موسيقى في هذا الوقت عندما حصل الضرب في فلسطين فطبعا طفل صغير يستمع إلى التلفاز فشهدت الأحداث فجئت في وقت من الأوقات إلى أبي وقلت له يا أبي إني أرى في منامي أني أحارب جيش العدو وهو إسرائيل وأقتلهم ولكني لا أرى السلاح في يدي فرأيت هذه الرؤية مرة ثم الثانية ثم الثالثة فحينما قصصت عليها هذه الرؤية أكثر من ثلاث مرات فذهب إلى أحد المشيح وقال له لقد رأى ابني في منامه كذا وكذا وكذا فقال له تفسيرها أن تحفظ ابنك كتاب الله لأنه سيكون من حملته ماشاء الله وفعلا هذه الرؤية تحققت بكها وصدقت فحينها ذهب بي والدي إلى الشيخ وقال له إني أريد أن أحفظ ابني كتاب الله تعالى فبعد ذلك ابتدأت مع الشيخ خطوة واحدة ففرقت من حظ كتاب الله وأنا عندي سبع سنوات وثمان ثنوات ماشاء الله حفظت القرآن الكريم كاملا شيخ أنا أعلم أنك بعد ما حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى حرصت على القراءات والآن عندك القراءات العشرة أجل درست إحكام التجويد حفظت متن تحفة الأطفال ومتن الجزارية وأخذت إجازة من فضيلة الشيخ حسنين جبريم وبعد ذلك حفظت متن الشاطبية ومتن الدرة ومتن الطيبة فأنا معي سند في القراءات العشرة الصغرة والآن أخذ في القراءات العشرة ماشاء الله تبارك الرحمن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من هذا العلم وأفضل العلم هو علوم القرآن وسنبدأ الاختبار الآن شيخ حسن الله يبارك فيك الله يبارك فيك وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْذَ رَدِّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ فَغَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَغَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَغَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ما شاء الله اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله رح توصلك حلقاتنا أول بأول وساهم معنا في نشر هذه القناة اشتركوا في القناة